الرئيس الامريكي جو بايدن اللي هيتولى الحكم يعني يحل في اليمين يوم عشرين اعتقد يوم عشرين يناير عنده مشاكل كتير جدا منها انقسام المجتمع الامريكي هجيلكوا دلوقتي لها لكن هو عين مبعوثا شخصيا له في منطقة الشرق الاوسط من هو المبعوث ده مهم جدا انتعرفوه ده اسمه اسمه بيرت ماجورك ده بيرت ماجورك ده احد الشخصيات التي كانت موجودة هنا في المنطقة في عهد باراك اوباما وعنده تخصص دقيق هو تتبع تنظيم داعش وكان هو المسؤول عن تنصيق المجموعة الدولية لمكافحة الارهاب خاصة داعش وهو هذا الرجل هو اللي اعلن ان تركيا سمحت بعبور اربعين الف داعشي من قدمه من كل دول العالم عبر منطقة غازي عنتاب هو ده الراجل اللي في النص قدام حضراتكم ده اللي هو ماجورك ده الراجل ده اعلن بوضوح شديد جدا ان تركيا دولة بتدعم الارهاب هو قبل كده ده تولى مبعوث الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن في الشرق الاوسط عنده خبرة كبيرة جدا في الارهاب عنده خبرة في تنظيم داعش قاعد في سوريا والعراق عارفت ادقة التفاصيل جي مصر والتقم على المسؤول المصريين حتى انه الاهرام ويكلي والزميل عزيزة إبراهيم اجرى معه حوار سنة 2016 حوار موجود على صفحة الأستاذ عزيزة إبراهيم الراجل فاهم اوي الملف معنا فيديو لي وهو بيتكلم عن ابراهيم عن تركيا وبيقول على انه 40 الف داعشي مروا من تركيا فتركيا هي دولة المرور او دولة العبور يهمنا جدا نتابع ونشوف كيف يفكر مبعوث الرئيس الامريكي الجديد الى المنطقة وهو هيتولى هذه المهام وعنده خلفية تاريخية عنها لانه كان في يوم الايام موجود عرف كل التفاصيل في هذه المنطقة نشوف الفيديو زي ما قلنا في الحدود لانه الدواعش بيعدوا جاي من 110 دولة 40 الف واحد بيعدوا عندوك قالوا ما نقدرش نقف الحدود بيقول اول ما الاقرار بيقول اتحركوا وقفل الحدود فهم داعمين للدواعش وداعمين للهداء المبعوث الجديد للرئيس الامريكي اشتركوا في القناة